طبعا زي ما اسمعنا من منه النهاردة ماتش مصر مع منتخب السودان منتخب السودان يمكن هو الحلقة الأضعف في المجموعة لكن تفتكروا حضراتكو دايما أنه نمتبعين كرت القدم السودان بتيجي قدام منتخب مصر وبتعقرب في الملعب ما بيبقوش سهلين يعني بحكم أن إحنا بلد واحدة وامتداد جغرافي فيعني بيبقى الحاجات دي فيها حماس زايد في المباريات وإن كان منتخب مصر هو الأقوى على الورق والأقوى تاكتيكيا في بطولة يعني أستاذ لطفي صباح خير الأول صباح خير البطولة دي عجيبة يعني فيه نتائج يعني الجزائر يعني قبقها وسينة أو أدنى من الخروج السنغال بتتعادل الكاميرون تعادلت على أرضها أول مبارح غنى خرجت من البطولة زنبابوي كسبت مبارح فيه فيه مغرب تعادلت كمان مبارح فيه حاجة غريبة تونس يعني يمحققها نتائج بس لو خسرت الماتش الأخير لها ممكن تخرج فيه فيه البطولة دي فيها عك كتير هو ياريت العك بك كده على طول يعني لا يعني ما صحتنا مش إحنا بس اللي بنخسر لكن الجميل في أفريقيا إن الكرة بتتقدم في كل المنتخبات التي لم تكن لها باع في الساحة الأفريقية بدأت تظهر بشكل كويس قوي فيها هذه البطولة وده شيء كويس إن البطولة بتقوى كل مرة فده مؤشر كويس جداً إن لا الورق بيحكم ولا التاريخ بيحكم أرض الملعب هي اللي بتحكم باللعبين وبمستواهم وأدوهم في الملعب وده اللي يؤكد إن الدور الأكبر بيبقى على اللعبين جول معها المدرب مش ينزل للعب لكن اللعبة هي اللي بتحدد مصيرها بأقدمها زي ما بنقول المفاجآت وردة إنه يبقى فيه مفاجآت بس فيه مفاجآت فاقت الحد يعني لم يكن أحد يتخيل إن غانا هتروح طبعاً يعني بتاريخها بلعبتها بمحترفيها عايز تقول من هنا للصبح وقول لكن في النهاية إنها كرة القدم يعني البقاء للأقوى وليس البقاء للتاريخ أو للأسماء أو للقيمة التسوقية للعبين ما فيه شك إن البطولة دي احنا بنشوف مفاجآت وليس هيبقى فيه مفاجآت يعني على ما يكتمل دور الستاشر هيبقى فيه مفاجآت تانية فشايف إنها بطولة جيدة بطولة أفرازة منتخبات لم تكن في حسبان المتابعين والمهتمين بالبطولة إنه يبقى لها دور بهذا الشكل أي أن كان المستوى التنظيمي مستوى التنظيمي حدث ولا حرق هي لها ظروفها يعني أنا ربع صين كتير قوي على إن تظهر بهذا المستوى التنظيمي لكن في النهاية هي الظروفة عندهم كده فخلاص يعني هنأتقبل ده طبيعيا لكن المفاجآت أنا سعيد بيها لأنها بتعبر عن قوة ورغبة المنتخبات دي إنها بتقدم نفسها لما بتبقى داخل بتدافع عن تشيرت بلدك بهذا الشكل ده شيء رائع أقول هي دي المنافسة الشريفة اللي بنقول عليها أتمنى إن الاستمرارية في الأداء يبقى بنفس المستوى اللي هو في آخر جولة من جولات دور المجموعات طيب سيد لطفي بنحن نتكلم بقى عن مفاجآت فلازم نتكلم عن مفاجآت لتخصر إحنا كارلس كيروش وكان موثار جدل حياة الفترة اللي فاتت وسؤالي لحضرتك بقى من خلال المباراتين اللي فاتوا غينيا بيساو نايدجيريا شايف منتخبنا إزاي أداء نعمل إزاي لو هنتكلم على أداء اللعيبة أو كارلس كيروش أنا أفكر أيام كوبر إحنا كنا رفضين كوبر وأداءه دس كان بيكسب فده اللي كان مدينا أفضلية الكوبر إن النتائجه على أرض الواقع أفضل بكتير من المستوى اللي إحنا بنشوف في الملعب عشان أقول كروش كروش في أول مباراة الناس حملته مالة تقتل وده أنا شايف إن أنا كده بهدم المنتخب في أول لقاء ورد إن أنا أخسر دي كورا وخسرت قبل كده واخدت بطولة في أول مطش يعني ماشي أول مرة فبالتالي إن أنا مطش خسرته خلاص بقف للصفحة دي وبفكر في اللي بعده لكن هتعاملنا مع المباراة برضو بتعامل جمهور شوية وسوشيال شوية لأن الناس جريت وراء الترند وما جريتش وراء المنتخب الترند كان بيقول الراجل بيلعب ناسفش في مراكزها فكله لعب على الترند كي أنا ما عنديش مشكلة يعني فيه ناس بتشتغل على الشغل أغنانة بشتغل على الملعب الراجل حط صلاح ومصطفى في أماكن بالتبادل مش سابتين بسوأ الحق يتقال أول 30 ديئة ومصطفى محمد كان وينج أنا مش مختلف 30 ديئة كاملة أنا مش مختلف ما هو أنت موصلتش يعني أنا ما بطلعش من التلت بتاعي فبالتالي مش باين أن أنا بغير وعدم الطلوع من التلت ده مسؤولية المدرب أم اللاعبه؟ أنا خلاص مش لقي اللاعبه أنا مش لقي اللاعبه مش مسؤولية مدرب اللاعبه بتاعتي يعني خلاص وقت مني على ملامة نفسها وممكن لما بيطبق العرض يعني ما يشتغلش زي ما بيقوله بقى فيه ليه فكرة ليه وجهة نظر أكيد هو مش راح يخسر يعني أنا مش جاي بحد من بره عشان يبقى راح يخسر وحتى لو محلي ما واش راح يخسر اللي رايح راح يكسب أو راح يلعب راح يلعب لعبه ينافس عشان يجهز نفسه عنده ماتشين كاس عالم مهمين جداً هو جاي عشانهم فبالتالي هو الراجل فوجأ ان الدنيا بتروح بينه فعلى ما اللاعبه شامت نفسها في الماتش كله مفيش غير الكورتين كورت مصطفى محمد وكورت صلاح صح؟ ده ماتش نيجيريا فمحدش فينا شاف التحركات لكن لما كنا بنتلع من التلت التاني كان بيبقى فيه لكن مين في نص الملعب بيديهم كور مفيش فانت بتطلعش يعني اللاعب وده عامل السلية كان مصاب فبالتالي انت ما عندكش اللي يصدر كور سواء لمصطفى او لصلاح وكان تريزيجي تايه الصراحة ما كانش حاطت رجله على ارض الملعب تريزيجيه كان بيلعب في النص برضو كان تايه ودي برضو تأخذ على كيروش شوية انه لعب تريزيجيه في مركز كان بيلعب فيه في الاهلي زمان تالت نص ملعب واعتمد عليه على نقل الكورم من رجل النني لكن تريزيجيه ما كانش موجود والنني ما كانش موجود وحمد فتح يعني كان حيلاقي منين ولا منين هو كان شايف ان هو بيجرب تريزيجيه لكاس العالم حتى في مشاركات تريزيجيه تريزيجيه غير جاهز واحنا نتفك في ده بس هو واضح ان هو مصمم ان هو يجهزه لكاس العالم فهو واضح ان هو حطه في البطولة دي بيجهزه طبعا ممكن يديله او اربعين دي او ممكن يديله شوط يعني نختلف او نتفك فيه ده تريمومتر بتاع المدير الفني طالما انا ارتديت ان الراجل ده هو اللي هيقود المنتخب فامر طبيعي ان ده كان موجود فحنحسين ان فيه ناقص واحد عشان تريزيجيه اللي راجل لسه لاجع من اصابة وبيدخل منافسات بطولة مش قادر في الملعب امر طبيعي هو نفس الشيء بتاع عبدالله السعيد برضو يعني كبر سن عبدالله انا قلت كان ده مع حضرتك من شهر من ايام البطولة العربية ان يعني هيبقى بعيد او ان هو هيستمر اه يعني وجود شرفي خلاص يعني فامر ده امر طبيعي لكن انت في الماتش انت معندكش حد كان بيخدم على المهاجمين بشكل كويس عشان يظهروا على المهاجمين عشان اسألك سؤال صعب شوية فضل يا فضل صعب قوي بشوية يا خيار اه السيناريو هنا تقالوا بعد ماتش نايدجيريا وكملوا لغاية ماتش بيساوي واتقال من اسامي تقيلة بقى في الكورة كمام اسامي يعني اسامي اول سيناريو اه الراجل ده جاي عايز ياخد الشرط الجزائي ويمشي هو جاي بيلعب وحش عشان مشي فياخد الفلوس الكتير اللي هي سنة ونص من عقده اللي وقع عليها اتحاد احمد مجاهد السيد احمد مجاهد وقامت تانية في الكورة لعيبة كتقيلة اسامي يعني اسامي في الكورة وانا بصراحة دي ما شفتاش في اي حتة في العالم يعني ما علش يا جماعة لعيبة مصر لازم تتلم محمد صلاح كده والسلية والشنوي ويعودوا يشوفوا كيروش هينزل بمين في الملعب حداشر لعيب واول ما يحطوا رجلهم في الملعب يسيبهم من كيروش خالص وينفزوا لعبهم هم بقى وكأن كيروش ما قالش حاجة كيروش ده بس بيختار الحداشر اللي بيلعبه ويعني ايه نفضوله السيناريو الاولاني يعني حضارك رد عليه السيناريو التاني انا ما شفتوهش في العالم ما شفتش حد الاولاني حضرتك والا التاني مش قادر استوعبه انا معاك وسعيد بالسؤالين السؤال الاولاني فيما يتعلق بكيروش والراتب وان هو جاي ياخد فلوسه ويمشي موكده كده ياخد فلوسه معلوش ازمة هو اوتوماتيك عقد واضح انا هاخد فلوسي اه تحت اي واضح هاخدها فمش عنديش ازمة ان انا اخد الفلوس الازمة مش في الفلوس الازمة ان انا انجح في هدفي يعني سوري معلوش هو ما بيكلفناش كتير يعني بالنسبة الاسمه عشان بس ان يقيم بواضحين برضو مع الناس شوية تمام فهو عشان اقول ان هو الراجل جاي ياخد فلوس ويمشي مش منطقية خالص وليس لها علاقة باي عقلانية في مناقشتها ومش هياخد وللأسف الشديد طرحها بعد اول خسارة مش في صالحنا ما هي دي نقطة مهمة باي يعني برضو الهجوم فيه هجوم زي زي ما حضرتك قلت سميته بترند على كارلس كيروش كان فيه هجوم خلينا نقول غير مبرر وناس اتكلمت في العقد واتكلمت عن التغييرات غير منطقية من وجهة نظرهم اللي هو بينزلها هو بيفاجئنا بالفعل ولكن ليه وجهة نظر زي ما اي مدرب فني ليه وجهة نظر شايف ان حضرتك هذا الهجوم او هذا الترند ورا شيء ولا هي حماسة زايدة على منتخبنا وغير على منتخبنا وعايزين نكساب وعايزين نكساب السوشيل الفرد نفسه السوشيل الفردة نفسها على الوضع بس احيان السوشيل بيكون ورا اجندة وارد وارد ان في اجندة مش مستبعد على فكرة وارد ان في اجندة امر طبيعي ان انا طب هو الجمهور اللي كان رايح وكاتب على تشيرت باي باي كروش اهلا بالعميد معنى ايه اجندة واردو اهلا هي نفس الكلام وهي نفس السكة اللي ما تسمعوش كلام كروش ما هي نفس السكة واردو يعني ازاي ما اسمعش كلام المدير الفني يبقى كل واحد ينزل خلاص يبقى كل واحد اللي عايز حاجة اعملها يبقى انا كده هدمت المعبد في لحظة شكرا خلاص انا كده بقولهم لهم الشنط اكثر احترافية في المنتخب او واحد من الثلاث اهم العيبة في العالم يلتزم يعني معناها ان في احتراف في انضباط في تعليمات بتتنفذ لكن مش معناها ان انا المسألة تبقى صدح مداح يعني طب وصد فيه احنا الاسف وقتنا بيخلص انا اسف لا انا احنا الاسفين طبعا فسؤال سريع جدا لحضرتك تشكيل النهاردة مباراة النهاردة وسؤال اخر توقعتك لمباراة النهاردة هو مش هيخرج بعيد عن هو ربما بس يعني ايه هيبقى طبعا زيزو مكان عبدالله السعيد لكن هيبقى نفس التشكيل اللي فات توقعت المباراة الوينش هيلعب مكانه مين عم منا محمد عم منا بخلص بس فما فيش جديد في التشكيل لكن توقعات наших مباراة منتخب السودان منتخب محلي بيلعب قدام مصر فعايز يعمل مباراة جيدة جدا كان بيوصل على منتخب ناجير بالaktri بشكل كويس في المباراته ما حدش يستهان دائما بابا الاخvari بالخصم الذي لا يملك ما يبكي عليه. فبالتالي هيقدم مباراة أكثر من رائعة ويحاول أنه هو يضغط علينا من بداية المباراة ويفرض أسلوبه علينا. بدري بياخد الفكرة هنا من ماتش نيجيريا بارتو. أن دي الفكرة هيلعب عليها. لكن أن أنا أجيب جول مبكر هو ده اللي هيوقفني على رجلي بقية التسعين دقيقة. لأن ده اللي هيخليني بستعيد ثقتي وبلعب بيدوء بشكل كبير. لأنه لو نلاحظ الماتش دي فات. كل ما تأخر الفوز كل ما زادت الفؤولات. كل ما زاد الارتباك. كل ما زاد التوتر العصبي. فده هم مش عايزينه. عايزين مباراة هادية. لكن أتوقع أنها تبقى مباراة قوية جدا لأن المنتخب السوداني ما عندوش حاجة يخصي. كم كم يعني؟ كم كم تتوقع كم كم؟ لا كم كم صعبة يعني. توقع. هنشوف. هقولها ثمناها يعني. أتمنها أن احنا نكسب 2.0 يعني إيه؟ تبقى عاملة بس نوع من الهدوء شوية للجميع. للعيبة وللجمهور. عشان نفكر في المباراة اللي جاي. لأن أنا قبل ملعب دور الستاشر. هيبقى عندي القرعة يوم اتنين وعشرين. اللي هتحدد المنتخب اللي أنا هقبله في تصفات كاس العالم. فبالتالي محتاجين نهدى شوية. إن شاء الله. مشكرا حديك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه القراءات طبعا والمعلومات والإضاءات. شكرا كيفاندون من ناقد الرياضي. أستاذ لطفي ساقعنا وارتنا في صباح الخير يا مصر. وضمت ضيف عزيز على قراءة. شكرا يا مصر. طيب إحنا كده وصلنا لختام حلقتنا النهاردة. كنا معاكو زي كل يوم من الساعة 7 الصبح. إن شاء الله بكرة حلقة جديدة نكون نحتفل بيها مع حضراتكم. فوز منتخب مصر في المباراة النهاردة والتأهل لذور الستاشر. ويعني ويكون القضى الرحيم بيننا ونلاعب فرقة يعني مش قوية أو يعني يبعد عندنا كوتفار والجزائر. وربنا يسهل واللي يعمل فيه الخير.